موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم أعزائي طلبة الصف السابع في حلقة جديدة من حلقات مادة العلوم سنتحرف خلال حلقة اليوم على المركبات وسنتعرف على مفهوم المركب كذلك سنتعرف على خصائص المركبات بعد اتحادها مع بعضها البعض وسنتعرف على كيفية كتابة الصيغ الكيميائية للمركبات وفي نهاية الحلقة سنتعرف على مفهوم المخالط وأنواع المخالط انتظرونا بعد الفاصل ذكرنا عزيز الطالب قبل الفاصل اننا سنتعرف على مفهوم المركبات وكذلك سنتعرف على كيفية كتابة الصيغ الكيميائية ومفهوم المخالف سنبدأ معا في اول مفهوم لدينا في هذه الحلقة وهي المركبات او تعريف المركب هل فكرت عزيز الطالب كيف يمكن لعدد قليل من العناصر وهي تتجاوز المئة بقليل ان تكون الملايين من المركبات لدينا لنرى معا لان العناصر ترتبط مع بعضها البعض بطرق مختلفة لتكون عدد هائل من المركبات اذا هذه العناصر وهي عددها كما ذكرت لكم تتجاوز المئة بقليل تتحد مع بعضها البعض لتكون المركبات وعندما تتحد العناصر مع بعضها تعطينا عددا هائلا من المركبات ولكن عزيز الطالب نرجع للمفهوم الأساسي ما المقصود بالمركب؟ كيف يتكون المركب؟ المركب هو عبارة عن مادة نقية تكونت نتيجة الترابط الكيميائي بين عنصرين او اكثر اذا عزيز الطالب عند اتحاد عنصرين او اكثر يتم الترابط بينهما يتم الاتحاد بين هذه العناصر وينتج لنا مادة تسمى هذه المادة باسم مركب لنرى الآن امثلة لمركبات معروفة لدينا في حياتنا اليومية من اشهر هذه المركبات كما نرى لدينا مركب الماء ايضا لدينا مركب ثاني وهو مركب ثاني اكسيد الكربون سي او تو ومركب كلوريد السوديوم وهو ملح الطعام ن اي سي ال عزيز الطالب هل فكرت يوما في العناصر والمركبات التي تنتج عند اتحاد هذه العناصر معا هل خواص العناصر مشابه لخواص المركبات التي تكونها لنرى امثلة معا لنرى هل خواص المركبات الجديدة التي تتكون هي نفسها او هي مشابهة للعناصر التي تكونت منها لنرى مثال لدينا مركب كلوريد السوديوم وهو ملح الطعام كما نرى هنا يستخدم في الطعام في تتبيل الطعام في الغذاء اليومي ملح الطعام او كلوريد السوديوم يتكون من عنصرين مهمين وهو السوديوم والكلور كما نرى يتميز السوديوم بانه معدن ضارب الى اللون الفضي اذا لونه فضي يتفاعل بقوة مع الماء ويطلق الكثير من الحرارة اثناء التفاعل بينما الكلور غاز غاز لاحظ عزيز الطالب انه غاز اصفر مائل الى اللون الاخضر وهو غاز سام ماذا يحدث عند اتحاد الكلور مع السوديوم كما نرى تتكون لدينا مادة جديدة تسمى كما ذكرت لكم بكلوريد السوديوم وهو ملح الطعام كلنا نعلم بماذا يتميز لون ملح الطعام يتميز بان لونه ابيض احسنت عزيز الطالب هل مميزات وخواص ملح الطعام وهو في الحالة صلبة ويتميز بان طعمه مالح ولونه ابيض كخواص السوديوم والكلور احسنت عزيز الطالب بالطبع تختلف تماما اذا هنا نصل الى استنتاج مهم وهو ان خواص المركبات تختلف عن خواص العناصر المكونة لها لنرى مثال اخر عزيز الطالب لنؤكد المفهوم مركب سكر القصب السكر الذي نستخدمه في حياتنا اليومية نستخدمه في موائدنا مادة السكر او مركب السكر الذي نستخدمه يوميا ما هي العناصر التي تكون هذا المركب لنرى معا نرى هنا لدينا الكربون ورمزه سي الهايدروجين ورمزه اج والاكسوجين ورمزه او عند اتحاد الثلاث عناصر وهي الكربون والهايدروجين والاكسوجين معا ثلاث عناصر نرى ان صفاتها وخواصها تختلف من عنصر الى اخر تتحد مع بعضها البعض لتنتج مركب جديد يسمى بسكر القصب لاحظ لون الكربون قبل التفاعل يتميز بان لونه اسود وعند اتحاده مع الهايدروجين والاكسوجين ينتج لنا سكر لونه ابيض اذا هنا عزيز الطالب نستنتج مرة اخرى ان صفات وخواص المركبات تختلف عن صفات العناصر المكونة لها تحدثت لكم في بداية الحلقة ان من المفاهيم التي سوف نذكرها في هذه الحلقة هي صيق المركبات كما ذكرنا في الحلقة السابقة هناك رموز يمكن ان نعبر عنها عن العناصر ولكن عند اتحاد هذه العناصر مع بعضها البعض وتكوين مواد جديدة تعرف باسم المركبات كيف اعبر عن هذه المركبات كيف ارمز لهذه المركبات يمكن استخدام صيغ المركبات وهذه الصيغ تتضمن رموز العناصر في المركب الكيميائي وتشير الى عدد الذرات في كل عنصر في كل وحدة بنائية اذا لدينا هنا مثال لمركب مشهور جدا لدينا لا نستطيع الاستغناء عنه وهو الماء كما نرى هنا في الشكل لدينا الماء الكل يعلم انه يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة اكسوجين عند اتحادهما معا يتركب لدينا او يتكون الماء ونرمز لمركب الماء بالرمز او بالصيغة الكيميائية وهي H2O H2O تسمى بلغة الكيميائيين بالصيغة الكيميائية ماذا يمكن ان نعرف من خلال الصيغة الكيميائية ما هي المعلومات التي يمكن ان نستخلصها من الصيغة الكيميائية لنرى معا بداية سنتعرف على رموز او اسماء العناصر الداخلة في التفاعل H و O H رمز للهايدروجين O رمز للأكسوجين اذا علمنا ان هناك عنصرين دخلا في التفاعل وهو الأكسوجين والهايدروجين هناك أعداد تكتب في اسفل رمز العنصر هذه الأعداد تدل على أعداد الذرية او عدد الذرات التي دخلت في التفاعل لكل عنصر من العناصر لنرى المثال معا كما ذكرت ال H يرمز للهايدروجين O يرمز للأكسوجين والعدد اثنان ويكتب صغيرا أسفل رمز الهايدروجين الرغم الدليلي السفلي يعني أن كل جزء ما يحتوي على ذرتين هيدروجين إذن عدد الذرات الداخلة في تفاعل الهايدروجين مع الأكسوجين هو اثنين ذرة من الهايدروجين بينما نرى عند الأكسوجين لا يوجد عدد عدم وجود رمز سفلي دليلي يعني وجود ذرة واحدة فقط من الأكسوجين نرى مثالا آخر الماء كما ذكرناه قبل غليل أسماء العناصر الداخلة في التفاعل الهايدروجين و أكسوجين نرى أنه يوجد اثنين أسفل رمز الهايدروجين وهي تدل على عدد ذرات الهايدروجين بينما لا يوجد عدد أسفل رمز الأكسوجين وهذا يدل أن عدد ذرات الأكسوجين فقط واحدة يمكن استنتاج الصيغة الكيميائية عزائي الطلبة من الشكل كما نلاحظ لدينا هنا ذرتين مرسومين من الهايدروجين وذرة واحدة من الأكسوجين ويمكن من خلال الرسم استنتاج الصيغة الكيميائية لمركب الماء وهي H2 لأن ذرتين O واحدة إذن يعطينا H2O وهو مركب الماء لنرى مثالا آخر إذن سوف نكتب الصيغة الكيميائية لمركب رابع كلوريد الكربون بداية يجب أن نكتب اسم كل عنصر داخل في التفاعل كما نرى اسمه رابع كلوريد الكربون إذن لدينا عنصر الكلور وعنصر الكربون بداية لكتابة الصيغة الكيميائية نكتب اسم كل عنصر داخل في التفاعل بعد أن نكتب اسم كل عنصر في التفاعل نضع تحت كل عنصر رمزه الكيميائي الكربون يرمز له بالرمز C الكلور يرمز له بالرمز C نلاحظ أن يوجد لدينا العدد أربعة والأربعة توجد تحت عنصر الكلور وليس الكربون على ماذا يدل هذا العدد أو الأربعة؟ لنرى معا هنا لا يوجد عدد إذن عدد ذرات الكربون الداخل في التفاعل واحدة فقط لأنه لا يوجد عدد دليل في أسفل رمز الكربون بينما الكلور يوجد لديه عدد وهو الأربعة وهذا يشير إلى عدد ذرات الكربون الداخل في التفاعل وتساوي أربعة إذن من خلال الصيغة الكيميائية عرفنا أسماء العناصر الداخل في التفاعل وعدد ذرات كل عنصر دخل في التفاعل لدينا مثال آخر كلوريد الصوديوم وهو كما ذكرت لكم ملح الطعام رمز الصوديوم NA رمز الكلور CL يتحدون مع بعض يكون لي مركب جديد يسمى بكلوريد الصوديوم والصيغة الكيميائية له NACL لنرى أعداد الذرات الـ NA نلاحظ لا يوجد عدد لديه إذن عدم وجود رمز سفلي كما ذكرت لكم دليلي للصوديوم يعني أن كل جزء من كلوريد الصوديوم يحتوي على ذرة واحدة من الصوديوم كذلك عدم وجود رمز سفلي للكلور يعني أن كل جزء من كلوريد الصوديوم يحتوي على ذرة واحدة من الكلور إذن عند قراءة الصيغة الكيميائية للمركب نستطيع أن نعرف اسم العنصر أو أسماء العناصر الداخلة في التفاعل والتي كونت المركب وأيضا سنتعرف على عدد ذرات كل عنصر دخل في التفاعل آخر مثال لدينا وهو ثاني أكسيد السيليكون واضح لدينا أن العناصر الداخلة في التفاعل هي السيليكون والأكسجين الأكسيد يدل على عنصر الأكسجين عند اتحاد الأكسجين مع السيليكون يكون لنا مركب يسمى ثاني أكسيد السيليكون SIO2 SIO2 يسمى الصيغة الكيميائية لثاني أكسيد السيليكون إذن تعرفنا بداية على أسماء العناصر الداخلة في التفاعل لنرى أعداد الذرات معنى عدم وجود رمز سفلي دليلي للسيليكون يعني أن كل جزء من ثاني أكسيد السيليكون يحتوي ذرة واحدة من السيليكون بينما الرمز السفلي الدليلي يعني أن كل جزء من ثاني أكسيد السيليكون يحتوي على ذرتين من الأكسجين عزيز الطالب الصيغة الكيميائية مهمة جدا فهي تساعدنا على التعرف على أسماء العناصر الداخلة في التفاعل وعداد الذرات كل عنصر دخل في التفاعل والآن بعد أن عرفنا مفهوم العناصر في الحلقة السابقة وأيضا تعرفنا الآن على مفهوم المركبات وعرفنا أن المركبات تتكون عند اتحاد عنصرين أو أكثر معنى طيب عزيز الطالب لو ما حدث اتحاد بين هذه العناصر لو أتينا ببعض العناصر ومزجناها معنى خلطناها معنى دون حدوث أي اتحاد كيميائي ماذا نسمي المادة المتكونة في هذه الحالة لنرى معنى ما الذي يوجد في الطبق الموضح في الصورة لدينا نرى العديد من الفواكه وقد تم تقطيعها وتجميعها معن فراولة كيوي برتقال تفا في النهاية راح تكون لي صلطة الفاكهة اعتقد كلكم تحبون صلطة الفاكهة عزائي الطلبة وهي مفيدة جدا للصحة لكن عند مزج هذه الفواكهة معنى هل كون لي مركب؟ هل اتحدت المواد مع بعضها البعض؟ أحسنت عزيز الطالب لم يتم اتحاد المواد فقط تم مزجها خلطها مع بعض المادة المتكونة في هذه الحالة تسمى بالمخلوط أو المخاليط أحسنت ما المقصود بالمخلوط أو الخليط؟ يتكون من مادتان أو أكثر إذن ممكن تكون مادتين ثلاث أربع مزجة معن دون حدوث ترابط كيميائي هنا نقصد بالترابط الكيميائي الاتحاد الكيميائي بين المواد كما تعرفنا على بعض الأمثلة على العناصر والمركبات سنتعرف الآن على بعض الأمثلة للمخاليط البهارات كما نرى شراب الكاكاو الملح واليود سنتعرف الآن عزيز الطالب على مقارنة مهمة جدا بين خواص المركبات والمخاليط لنرى معن بماذا يتميز المركب وبماذا يتميز الخليط مكونات المركب متحدة كيميائيا كما ذكرت لكم يجب أن يحدث اتحاد كيميائي بينما مكونات الخليط ممتزجة غير متحدة لا يحدث بينها أي اتحاد كيميائي تكوين المركبات يكون بنسب ثابتة من مكوناته لا يمكن تغيير عدد الذرات مثال الماء كلنا نعلم أن الماء يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين H2O لو زدت أنا عدد ذرات الأكسجين خليت H2O2 لا يكون ماء خلاص غيرنا عدد الذرات رح يعطيني مركب جديد بمسمى جديد إذن نسب المواد الداخلة في التفاعل في المركبات دائما تكون ثابتة بينما في الخليط تكوين أو تركيب الخليط يحدث بنسب متغيرة أي كمية تحتاجها تحطها تغير اليوم باتشر على كيفك ما رح يأثر على الخليط خواص المركب تختلف عن خواص مكوناته كما ذكرت لكم السكر يتكون من كربون هيدروجين أكسجين عند اتحاد هذه المواد تعطينا السكر خواص السكر تختلف تماما عن خواص العناصر المكونة للسكر بينما مكونات الخليط تحتفظ بخواصها كما شاهدنا في سلطة الفواكه لم يتغير لون الفراولة أو الكيوي لم تتغير الرائحة لم يتغير الطعم كل اللي تغير عندنا الشكل قطعنا إلى قطاع صغيرة ومزجناهم مع بعضهم البعض يعني ما عطاني مادة جديدة أناصر المركبات تفصل عن بعضها بالطرق الكيميائية التسخين لأن المركبات كان أساسها أناصر تحدث مع بعضها حدث ترابط كيميائي إذن عند فصلها يجب أن نستخدم الطرق الكيميائي الطرق الكيميائي عفوا مثل التسخين بينما في الخليط تفصل عن بعضها بالطرق الفيزيائية لأن لم يحدث أي ترابط كيميائي بين هذه المواد ومن هذه الطرق الترشيح والتقطير ذكرت لكم أعزائي الطلبة أن مواد الخليط يمكن فصلها بالطرق الفيزيائية لأن لم يحدث بينها أي اتحاد كيميائي لنرى مثال معنى نشاط عملي كما نرى هنا في الشكل لدينا برادة حديد ورمل تم مزج لاحظ عزيزي الطالب فقط خلط مزج المواد دون حدوث أي اتحاد كيميائي مزج برادة الحديد مع الرمل هل نستطيع أن نفصل خليط الرمل وبرادة الحديد عن بعضهما البعض كما نرى هنا في الشكل تم استخدام عزيزي الطالب المغناطيس أحسد إذن يمكن فصل خليط الرمل باستخدام المغناطيس إذن هناك طرق فيزيائية يمكن من خلالها فصل مكونات الخليط وأحد هذه الطرق المغناطيس وإذن ذكرنا الترشيه لنتحدث الآن عن أنواع المخاليط كما نلاحظ هنا لدينا نوعين مهمين من المخاليط وهي المخلوط المتجانس أو الخليط المتجانس والخليط الغير متجانس ما الفرق بينهما ما الفرق عزيزي الطالب بين خليط متجانس وخليط غير متجانس لنرى معا واحد الخليط المتجانس عندما تشرب من العصير كما نلاحظ هنا لدينا كوب من العصير المكون من عصير مركز وماء ممزوجان جيدا مخلوطان جيدا فإن كل رشفة كل شربة سيكون طعمها كالرشفة السابقة أو اللاحقة وهذا المشروب يعتبر خليطا متجانسا لو أخذنا عزيزي الطالب الشاي لو أخذنا حليب وشاي مثلا لو أخذنا عصير فواكه عصير رمان أي عصير هل لو شربت الشربة الأولى الرشفة الأولى تختلف عن الثاني هل سوف يختلف الطعم؟ بالطبع لا أحسنت عزيزي الطالب هذا النوع من الخليط الذي تتوزع مكوناته توزيعا منتظما يسمى بالخليط المتجانس مما يعني أن الخليط المتجانس هو الذي تحتوي جميع مكونات أو جميع الزائع على الكمية نفسها في كل مكوناته ويعتبر العطر مثال ثاني للخليط المتجانس خليطا متجانسا من عشرات المركبات العطرية المذابة في الكحول إذن يتميز الخليط المتجانس بأن تتوزع جميع مكوناته توزيعا منتظما نأتي إلى الخليط الغير متجانس لاحظ هنا لدينا في الصورة البهارات لاحظ مكونات خلطة البهارات في الصورة هل نستطيع أن نميز مكونات البهارات في هذه الصورة؟ أحسنت عزيز الطالب أنظر هناك العديد من البهارات واضحة لدينا في الصورة ويمكن تمييز كل واحد أو كل نوع من أنواع البهارات فهي ليست تامة الخلط حيث يمكن أن يحتوي أحد أجزاء هذه الخلطة على كمية كبيرة من أحد التوابل عن جزء آخر ولذلك تعتبر مخلوطا غير متجانس مما يعني أن الخليط غير المتجانس لا يتكون كل جزء من أجزاءه من مكونات متشابهة إذن عزيز الطالب في الخليط الغير متجانس يمكن تمييز مكونات الخليط كسلطة الفواكه أستطيع أن أميز مكونات الخليط كالبهارات لدينا هنا في الصورة نستطيع أن نميز مكونات الخليط ولا تتوزع هذه المكونات توزيعا منتظما داخل المخلوط كذلك مثال على الخليط الغير متجانس لدينا العملة المعدنية تعتبر من المخاليط الغير متجانسة وكذلك السبائك كيف تصنع السبائك عزيز الطالب؟ السبائك تصنع من مزج فلزين أو أكثر وتسخينهما إلى درجة الانصهار ثم ترك هذه الفلزات تبرد تدريجيا لتكون لنا السبائك إذن السبائك تتكون من فلزين وأكثر تصهر ثم تترك لتبرد تدريجيا لتعزيز المفهوم لدينا عزيز الطالب بين خليط المتجانس والغير متجانس دعونا أن نقارن بينهما لنرى هنا قارن بين كل من الصور الموجودة أمامك الأشكال الموجودة أمامك واذكر لي عزيز الطالب أي منهما يعتبر مخلوط متجانس وأيهما مخلوط غير متجانس نلاحظ هنا لدينا سلطة وهنا كوب به ماء وحبر لون فكر عزيز الطالب لنجيب معنا أحسنت عزيز الطالب الصلطة تعتبر من المخاليط الغير متجانس لأنه يمكن تمييز مكوناتها والمكونات تتوزع توزيعا غير منتظما بينما لدينا هنا الماء والحبر يعتبر مخلوط متجانس لأن مكوناتها تتوزع توزيعا منتظما داخل المزيج أو داخل المخلوط وبهذا عزيز الطالب نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم التي تعرفنا خلالها على مفهوم المركب وتعرفنا كيف تتكون المركبات وتوصلنا إلى أن المركبات تنتج من اتحاد عنصرين أو أكثر بالطرق الكيميائية كذلك تعرفنا على طرق فصل المركبات بعدها انتقلنا إلى الصيغ الكيميائية وعرفنا إلى ماذا يرمز الصيغة أو ترمز الصيغة الكيميائية ومنها انتقلنا إلى المخلوط وتعرفنا على مفهوم المخلوط وعرفنا أنه يحدث مزج بين المواد دون حدوث ارتباط كيميائي وتعرفنا على أنواع المخالط في نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي ذكرت ونراكم في الحلقات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة